اذا شكرا لزميل مجد دانيال على هذا الرصد وهذا التقرير اللي كان تمهيد جيد ربما لا الحديث عن واقع التغيير تعلم البيئة في المدارس ربما وفي المؤسسات التربوية إن كانت في المرحلة الثانوية كوحدات يمكن للبقروت أو كحصص تربوي وتعليمي في مختلف المراحل التعليمية بمجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل الحديث أكثر عن هذا الموضوع برحب في ضيوفنا هذا الصباح عبد نامارني ناشط بيئي سعد الصباح صباح الخير لكل جميع المشاهدين أهلا وسهلا وأيضا برحب بي سندس صالح مدرسة لموضوع البيئة في مدرسة المطار بمدينة الناصري أهلا وسهلا أبلش معك سندس سندس اليوم في قبعة المعلم المعلم كل عام وأنت خير إذن سندس أنا من الناس اللي تعلموا بيئة أو علوم البيئة في المدرسة يمكن في محلات معينة بشكك أن الطالب بأخذ هذا الموضوع على محال طبعا أنا بدي أساوي تغيير إيجابي في مجتمعي فيما يتعلق بموضوع البيئة شو الوضع اللي أنت عم تلمسيه في هذا بداية هات نحكي شو عن علم البيئة علم البيئة أو الإيكولوجيا هو علم يبحث ويدرس العلاقات المتبادلة بين العوامل الإحيائية الكائنات الحية النباتات الإنسان الحيوان الكائنات الدقيقة والعوامل اللا إحيائية البيئة الفيزيائية والعوائم الموجودة المحيطة للكائنات الحية المختلفة هذا العلم هو علم مميز جدا في المدرسة وما يميزه أن يتطرق لباقي العلوم علم الفيزياء البيولوجيا الكيميا العلوم الاجتماعية اتخاذ مواقف قرارات طرح آراء هذا علم مميز يدرس في المدرسة سؤال كيف يدرس وهل نحن ننجح في تجسيد المعاناة البيئية التي نحيها في العالم وهل ننجح في نقل هذه الصورة للطالب وهل ننجح في خلق طالب سفير للتغيير البيئة هذا فعلا يتعلق في المدرسة في إدارة المدرسة في الطاقم التربوي التعليمي الذي يختص في تعليم البيئة موضوع البيئة يأخذ حي زهام جدا في السنوات الأخيرة بسبب إذا صح القول الكوارثة الطبيعية التي نحياها في العالم كأجمع الاحتباس الحراري الفيضانات الهزات الأرضية المشاكل التلوث مشاكل عديدة التي تضر بنا ككائنات حية كإنسان وبمجمل الكائنات الحية من هنا هناك أهمية في تدريس لعمق موضوع علم البيئة صحيح وكل هاي المخاطر يمكن بتهدد هيك وجودنا على هذا الكوكب مثل ما حكينا وسندس رح نحكي كمان قديش فعلا هيك دائما منقول الفرق ما بين النظرية والتطبيق والجانب العملي قديش عم نقدر نقرب لطلابنا يمكن الأمور بشكل أكثر عملي وملموس بعد شوية رح نحكي كمان عم يمكن ملاء متهلة وين إحنا عم نعيش والمشاكل اللي عم من وجهها يعني ممكن نحكي عن الاحتباس الحراري أو عن التغير المناخي اللي عم بصير في العالم وخروج ترامب من الاتفاقيات المناخية ولكن قديش أنا اليوم كمدرس بترجم هاي الشغلات تبعا لشو عم بصير في قريتي في بلدتي وبحسس الطالب أنه قريب من واقع والأمور اللي بعيشها باليوم يوم أستاذ عبد عن جديد يسعد صباحك يعني أكثر من مرة حضرتك شرفتنا وحكينا عن هاي المخاطر البيئية حكينا عن الوضع البيئي في بلادنا سريعا ندخل المشاهدين مجددا في هاي التفاصيل شو هو الوضع اليوم شو المخاطر يمكن لإحنا كأفراد في المجتمع عم نسببها أيضا أنا أعتقد أنه بلادنا أيضا والبلاد اللي إحنا عايشين فيها يجزء من المنظومة العالمية الكرة الأرضية هل اللي بتواجه إحنا بنشهد أن الكرة الأرضية تواجه خطر خلال عشرات السنوات القادمة ونحن كمواطنين وكسكان جزء من هاي المنظومة العالمية جزء من المنظومة البشرية اللي طبيعي مفروض نبلش نفكر تفكير آخر بالنسبة لمستقبل الكرة الأرضية في حياتنا اليومية في حياتنا العملية في حياتنا اللي منشهدها يوميا من خلال سلوكيات اللي إحنا بنقوم فيها في البيت في المدرسة في الحارة بشكل عام وأيضا بلادنا زي ما إحنا بنعرف أيضا هي جزء من الاتفاقيات الدولية اللي وقعتها خلال المؤتمرات العالمية اللي آخرة كان في باريس قبلها في كوبنهاجين اللي طبيعي أيضا بتشهد تغيرات كبيرة في عملية سلوكيات وفي منظومة العمل اللي موجودة عندنا في البلاد من خلال التغيرات اللي بتشهدها بلادنا من عمل ومن تقليل من التلوث خاصة في المناطق الصناعية اللي منشوفها صحيح يمكن عم نحكي عن تلوثات كان في الجو وفي البيئة بشكل عام ولكن هات نحكي بعيدا عن ربما النظريات هات نحكي عمليا في بلداتنا وقرانا العربية احنا منكون في حيفا منكون في تل أبيب منكون في القدس منشوف انه هاي البلاديات والمؤسسات الكبيرة والسلطات المحلية بتبادر لمشاريع لنشر مثلا سلات المهملات اللي بتفرز النفايات بحسب نوعها وبعد مليون سنة منشوفها في مجتمعنا وبلداتنا العربية أو حتى منشوفهاش بس كمان نقطة أمير بحيفا وتل أبيب احنا منحافظ على البيئة حتى لو منكون زوار ببلدتنا بنسمح لحالنا انه بعرفش ليش التصرف في الحي الآن وهذا كمان بيطرح السؤال عفاف قديش سلطاتنا المحلية اليوم بالفعل عم تشتغل على نشر وعي مختلف ومغاير عن الموجود اعتقد انه هاي التفكير هذا النمط اللي احنا منفكر فيه لا احنا مجتمع بحب البيئة مجتمع بحب وطنه مجتمع فلاحي وقرانا جميلة في مواقعها وفي جغرافيتها وفي طبعتها لكن هناك بعض انا بعتقد انه بعض الشوائب اللي فيه موجودة هناك بلدات عربية تفوق البلدات كثير اللي احنا منظلنا نفكر البلدات اليهودية في جماليتها في مداخلها في الحيز اللي موجودة فيه وفي أمثل كثير اللي احنا منشدها من فعالياتنا ونشطاتنا اللي منقوم فيها في كثير من المواقع اعتقد انه خلال السنوات القادمة يعني اليوم المجتمع عندنا في البلاد بدأ ايضا بتفعيل وبالتفكير تفكير اخر في سلوكيات حياتنا اليومية بالنسبة للامور وتدويت قيم بيئية جديدة حتى من خلال السلوكيات في البيوت خلال السنوات القادمة التصنيف حتى بالبيوت ربات البيوت تصنيف القمامة بدأ في كثير من البلدات اللي موجودة في البلاد ذي ما فيها بلدات عربية في شمال البلاد هذا بعطي انطباع جيد انه مجتمعنا ايضا بسير عمال شوي شوي في العمل العام اللي موجود عندنا في البلاد اعتقد انه هناك بعض الشوائف في بعض البلدات ونحن منجري ومننشاط في كثير من المواقع انه في هناك لأسباب مختلفة لكن بالمجمل اليوم عندنا انتخابات سلطات محلية مقبلين خلال الاسابيع القادمة معظم البلدات والمرشحين بغضوا ببرمجهم وعلى جندة عملهم الانتخابي والعمل المستقبلي هو البيئة لانه البيئة هي جزء من المستوى الحياة للناس البيئة هي جزء من الحياة الكريمة للسكان لذلك بغضوا البيئة كموضوع اساسي في جندة عملهم وفي نشاطاتهم الانتخابي والمستقبلي هذا نشهده ولانه مشاريع ايضا كتير في الانتخابات خلال الاسابيع القادمة كناشطين وفعاليات ومؤسسات بيئية مع المرشحين خلال الفترة القليلة القادمة بحب اضيف انا انه صحيح في محاولات نشر ورفع الواعي والادراك البيئي للمشاكل البيئي اللي احنا منعيشها لكن انا شوي اختلف في الرأي انه سلوك الفرد مازال بعيد بالمحافظة على البيئة وسلطاتنا المحلية مازالت بعيدة بتنفيذ المحافظة على البيئة اللي احنا منعيشها انا نقدر نعمل جولة بسيطة في كورانا منشوف كيف هدر المياه تصريف المياه وين بيكون معالجة النفيات كيف بتكون الحرق في كورانا وبلداتنا العربية انبعاث الغازات اي نعم في نشر وعي محاولة نشر وعي ورفع وعي عالميا لكن سلوك الفرد ما زالت لا ترتقي للمستوى الصح عشان احنا نعالج مشاكل البيئي احنا كل واحد مننا لما بيروح لدكان بده يشتري منتوج تنظيف بانظر للمنتوج هل يحتوي على غازات الدفئة نعم ام لا كم واحد مننا بتصنف النفايات البيتية وكم مجلس بتيح امكانية تصنيف النفايات في الشوارع يعني وين وكم مجلس بيطبق اعادة التدوير يعني احنا لما منحكي في البيئة منحكي على مستويات اللي احنا نسميها تقليل استعمال المواد الضارة اعادة استعمال مواد قدر الامكان اعادة التدوير اعادة التدوير فاحنا بعد بدنا نعمل مزال امامنا شوط كبير لنرتقي في سلوك الفرد والطالب والمواطن من اجل الحفاظ على استندس معجي للمستقبل انا لا بحكي على قضية التعليم في المدارس نشهد انه كثير من المدارس التانوية بتقوم بتعليم وحدات للبيئة نشهد العشرات والمئات من المدارس العربية ايضا اللي مرت في مصاري المدارس الخضراء عن طريق وزارة البيئة ووزارة المعارف اعتقد ان المدرسة ليست فقط للتعليم هي جزء من المجتمع التفاعل الكبير ما بين المدرسة والمجتمع المفروض يكون التعليم ايضا وتفاعل المدارس وطلاب المدارس مع المجتمع بقيادة مشاريع جماهرية بيئية اللي بتعود بالفائد على الناس هذا هو تحديد الناس سؤالي لسندس حاليا سندس دخلينا اكتر بالمضامين اللي يعني تطرح في اطار المنهاج هذا البعود يعني التصرف بالحيز العام بما يحافظ على البيئة او انه زي ما منتصرف بالحيز الخاص وداخل بيوتنا موضوع البيئة اللي يدرس في المدارس بتطرق لعدة مواضيع في البيئة موارد الطبعية المورد المياه الهواء التلوث الضجيج الكائنات الحية العلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية العلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية والعوامل الاحيائية لااحيائية والأكثر هو بيحاول يبني طالب ذو نقد بناء وفكر يطرح فكر جديد ويعالج قضايا أو يبدي رأيه أنا أدعو المدارس أن تحذو مدرسة المطران التي تنظر إلى فرع البيئة كفرع وموضوع مهم جدا علينا مسؤولية مجتمعية أخلاقية إنسانية في خلق فكر جديد لدى الطالب الذي يدرك مدرك لنفسه مدرك للبيئة مدرك للتحديات الموجودة وكما أنه جزء من المشكلة البيئية عليها أن يكون الطالب جزء من حل هذه المشاكل البيئية تعليم البيئة ينقسم إلى تعليم نظري وتعليم بحث عملي يقوم الطلاب أيضا في جولات بيئية في منظومات مختلفة في الطبيعة في بيئة مدنية في صناعة في عدة مواضع تختص في مشاكل بيئية ويقدم بحث في نهاية ما يستمى بالإيكوتوب صحيح قديش اليوم من خلال الإيكوتوب أو الوظائف التي تكون في نهاية سنوات التعليم أو في التحديد في المرحلة الثانوية عم بتحس أن الطلاب عم بيروحوا على قضايا آنية ومشكلات آنية إحنا منواجها كمجتمع لأنه إذن اليوم منعمل رصد لكيف في مدرسنا بتم تعليم البيئة منشوف أنه في قضايا اللي مش كتير بتمثنا أو مش كتير منحتك فيها على صعيد يومي من خلال طلابك هل بتشوف أن الطالب اليوم عم بيروح على قضايا آنية محيطة فيه؟ اختيار القضايا هو أيضا متعلق في المعلم معلم البيئة لأي درجة وصل مع الطلاب إلى عمق في طرح قضايا محلية وأيضا عالمية يعني كان تطرق للنفط في إسرائيل كان تطرق إلى قضية الأذان منع الأذان من ناحية قانونية ومن ناحية ضجيج تطرقنا إلى هذا الموضوع يعتمد على جرأة ومهنية المعلم في طرح قضايا عميقة للطلاب أمام الطلاب ومحاورتها وتطرق إلى جميع جوانبها الاجتماعية والاقتصادية هذا ينتج لدى الطلاب بالوظائف التي يسلمونها فينا وبس بهذه الطريقة بسيطة انتماء بيتفضل السعر أنا بشهد أن الفعاليات اللي منقوم فيها كمؤسسات بيئية فعاليات جماهرية مع الناس مع المجالس مع المدارس أنه نتوجه إلى أقسام البيئة في المدارس الثانوية مع المعلمين ونحاول أديش ندمجين بشكل كبير في الفعاليات في عدة بلدات ومدارس الثانوية في شمال البلاد لنا تجربة جدا ناجحة مع طلاب اللي بتعلموا بيئة باختصاصات البيئية وتفاعلهم الجماهير الشعبي مع المشاريع اللي منقودها مع المجتمع ومع الناس بما أنه نتحدث عن مشاريع ومبادرات حكي لنا أكثر عن هالمشاريع أعتقد أنه اليوم في كثير بعض البلدات اللي بتعاني من بعض الملوثات البيئية أكثر من المشكلة اللي عملين اليوم نشطل عليه قضية الحرائق في شمال البلاد في حيز العام في بعض التجمعات العربية أعتقد أنه عملين نخلق مجموعات سكانية لجان بيئية بالمجتمع في البلدات هاي هاي اللي جان اللي منعطيها تقوي تقوي تنظيمية لتقود مشاريع وتحاول أديش بتقدر أنها تشتغل مع المجتمع مع الناس مع المجالس مع المدارس وتحاول أنها تقضي على هاي الملوثات بما فيها الحرائق أو جلوية الحيز العام وإحنا هون منخلق ناس فعاليين بيئيين في مجتمعنا المجتمعنا هو فيه قليل من الفعاليين البيئيين مثل المجتمع اليهودي ومنحاول أديش منقدر أن نقوي هاي المجموعات ونفعلها بالمجتمع تقود مشاريع شعبية جمعرية جميل جدا بما أنه عم نحكي عن مشاريع ومبادرات وانت ذكر جزء منها فعليا تحدث في مقابل أيضا عن السلطات المحلية ودعمها لهذا الموضوع أيضا بشكل عام إحنا منقول أنه فيه قضايا السلطات المحلية بتحطها على الأجندة تباعتها بس الإشي بتعلق بأداش بتحط لها ميزانيات صحيح والسؤالي هون اليوم البيئة وقضايا البيئة والوعي البيئي هي موجودة بس على الأجندات ولا فيه رصد ميزانيات لهذه المواضيع بس للمعلومات أنا مشتش ولاها أجندة أنه بال2015 وزارة البيئة رزت ميزانيات هائلة 300 مليون شكل للسلطات المحلية العربية في مشروع اللي بسموه بيئة متساوية هاي الميزانيات مفروض السلطات المحلية أنها تستغلها لكثير مشاريع بيئية داخل البلدات وفي الحيز العام وتحاول لسلطات المحلية العربية تقوية النشاط البيئي وتعمل على فتح مجال أكبر في موضوع البيئة في بلداتنا العربية قسم كبير من السلطات المحلية نجح وعمل واشتغل بشكل أساسي في هذا المشروع وقسم إحنا منشاهده اليوم ومنعرف هاي السلطات المحلية اللي ما استغلوا هاي الميزانيات أو خلال استغلالهن ومصارهن في عملية في المشروع هذا صار هناك بعض الإخلال في عملهن أعتقد أنه المشروع البيئي بشكل عام هو مشروع أساسي يعني بلشت ناس تفكر في المستوى الحياة في حياة أفضل أعتقد أنه خلال المستقبل رايح ياخد تفاعل أكثر في مجتمعنا وهيكي مجتمعنا مجتمعنا متحضر يسير نحو المستقبل لا يمكن أنه يقبل بالوضع الملوثات الموجودة نتأمل أنه فعلا يكون في رفض وعمل على هذا الموضوع سندوست أسمع تعليقك عن موضوع وجود كل هذا الشريع البيئي على أجندة سلطات المحلية وأيضا الشق الثاني من سؤالي كان فيه اقتراح أنه يكون موضوع البيئة موضوع إلزامي يعني يدرس لكل طالب ومش بس اللي بتخصص في هذا المجال قديش مهم فعلا أنه تكون مادة إلزامية وكل طالب يعني يكون عنده معرفة أساسية فيها في تحديدا عن السلطات المحلية أنا حتى اليوم وأعتبر نفسي مطلع أنا وعنما على مستجدات الساحة المحلية في السلطات المحلية والانتخابات لم أصادف ولا أي مرشح يعرض في الأجندة في الأجندة الانتخابية عمل برنامج عمل مش بالأولويات مش موجود في الأولويات سؤالي من الميزانيات التي رصدت للمجتمع العربي كم تم استغلالها على أرض الواقع من أجل بالنسبة لتعليم البيئة كموضوع إلزامي أنا مع تعليم البيئة وتطرق لموضوع البيئة من جيل الإعدادي وأيضا الثانوي مؤتمر باريس عام 2015 يشير إلى خطور معطيات خطيرة جدا تهدد الإنسان والكائنات الحية ولطالما الإنسان في استهلاك مستمر غير مراقب غير مدروس للموارد الطبيعية نحن جميعنا في خطر وفي ذات القارب فعلينا جميعا أن ندرك الخطورة وراء هذه المعطيات الخطيرة تحديدا تكلمتم عن المشاريع أريد أن أشيد في مشروع كان في مدرسة المطران حصلت على المرتبة الأولى في البلاد في المدارس العربية واليهودية حيث بحث الطلاب بشكل علمي الراحة الحرارية مقارنة في مدرسة في بناء قديم بناء كنسي مقارنة مع مدرسة في بلدة في مدينة في مدينة يهودية ومدرسة في شفا عمر وحصلنا على المرتبة الأولى طلاب من مدرسة المطران أيضا يبحثون التلوث في الناصرة مشكلة الازدحمات المرورية في النصرة وتأثيرها على الناس على المواطن النصرة وهذا مهم طرح القضايا اليومية لطلابنا أنا بحكة عن الانتخابات في 2013 قدنا مشروع كبير للانتخابات مع المرشحين عندنا في المجتمع العربي حوالي ثمن سلطات محلية أو بلدات اللي عملنا فيهن مناظرة بين المرشحين على قضايا بيئية وتم توقيع كل المرشحين على وثيقة بيئية أمام جمهور كبير في قاعة كبيرة اللي منجمع الناس كل أهل البلد في شمال البلد هاي السنة أيضا لدينا مشروع أيضا انتخابي مع بعض البلدات العربية قضية المرشحين مناظرة على قضايا بيئية مستوى الحياة وجمالية البلد ويتم أيضا توقيع كل المرشحين على وثيقة بيئية اللي أمام الجمهور بتم إعلانها أمام الناس بشكل كبير نعم نخلق ثقافي جديد وعمل جديد بين أهلنا وجماهيرنا بالطبع ونحن نكرر التساؤل يعني ممكن يوقعوا على اتفاقيات وممكن يخوضوا مناظرات ولكن قد يش بالفعل ممكن يستغلوا وينفذ وينفذ على أرض الواقع والميدان متأمل مش بعض القرى العربية نتأمل كل بلدتنا العربية يكون في هذا الوعي مسؤولية مشتركة على الجميع وشكرا لحضوركم معنا سندس صالحي أعتيك والقافي وتحية لمدرسة المطران أيضا على هذا النشاط أستاذ عبد نمارني شكرا لحضورك معنا وتصليل على هذا الموضوع